بيعمل مشاكل ضعف اللي انت بتقولي عليه يا شيمو كوين ده من الكالسيوم الكالسيوم العالي بيعمل هذا المنظر اللي هو الضعف العام الى جانب ذلك الاكتئاب النفسي الاكتئاب لما الدكتور قالك انت عندك مرض سمساركايد فطبعا اتخضيتي يعني ساركايد لا ده مرض سهل جدا 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 اهم حاجة ان تشخيصي بصح اهم حاجة تشخيصي بصح عندنا ابن عمه اللي هو الضعف نفس المنظر فلازم نفرق بين ده وده احسن حاجة يا بنتي في تشخيص الساركايد ان اخد غدة اشوفها تحت الميكروسكوب ما اعتمدش على البقاء فيه اختبار في الجلد بيتعمل فيه اختبارات دم لكن احسن حاجة ان اخد غدة واشوفها تحت الميكروسكوب ان ده فعلا ساركايد المضاعفات بتاعة الساركايد كتير جدا لمين؟ للي ما تعالكش مضاعفات الساركايد للي ما تعالكش انما اللي تعالك بقولك ريحة كورتزون بتخلل امورتها طيب حتسأل سؤال تاني هل ممكن يرجع تاني وتالت ورابع؟ ايوه ايوه الاتاك اللي جات دي ايه ممكن نقضي عليه لكن ممكن بعد سنة تجي لي اتاك تانية او تالتة او رابعة ما تقلقش ساركايدوز اسمارد ما يخوفش بتاة انا بتمنى العيان اللي جيلي يبقى ساركايدوز عشان عارف انه هيخف وطبعا امل الدكتور امل اي واحد فينا ان العين يخف املنا يعني انت لا تتخيلوا يا ايها المشاهدون العزاء وكل سنون طيبين رمضان بيخلص سعادة الدكتور بمريض خف سعدته هو ده اللي يسلك صدره بمعنى يسلك صدره فعلا لا فلوس دفحها ولا هدايا جبهة ولا اي حاجة احلى حاجة عند الدكتور لما العين يخش يدعينه يقوله انا ربنا يخليك انا لا انسى مريضة عندي غلبانة جدا 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 يعني مش هقولك اغلب عينها جابتلي اغلى هدية في حياتي احنا طبعا الدكتور كثيرا الناس تهديه يعني من اجمل الهدايا اللي بتجلن مصحف تلاقي واحد جابلك كتاب ربنا يقولك ده اللي تستحقه ده انا بشيفي فوق دماغي الهدايا المصحف الهدايا كثيرة انا بطلب من اي عين ما يهديش الدكتور فعلا لكن اغلى هدية جاتلي في حياتي خمس بيضات خمس بيضات الست الغلبانة جدا اللي بقى عليكها جابتلي خمس بيضات قالتلي ده كل اللي ببيتي والله العظيم والله انا بكيت قالتلي يا دكتور ده كل اللي ببيتي بهديك به دي اغلى هدية جاتلي في حياتي نلتقي بعد الفاصل